السلام عليكم شباب النهاردة عندنا ده يا شباب اخر درس ان شاء الله في في الالجبرا نبقى خلصنا اكبر عندنا في المنهج فاضل لنا بعد كده حاجات بسيطة جدا هنعملها مع بعض ان شاء الله. النهاردة الدرس انتو بتحسوا ان هو مش درس جديد عليكو. الدرس انتو عارفينه وعارفين ازاي تحلوك وايس. حضرتك عارف ان كلمة يعني بلاقي في النص. اما يعني بلاقي طبعا ار ايكل. يعني الاكس عليها باور وان مش باور تو او باور ثري عندنا بس باور وان. يعني بنشتغل على واحد او واحد بس. طيب لو بدأنا بالسولفينج اكويجنس اوفيرس ديجري اين وان فاريابل ان ار. لما تسولفت طبعا كلنا عارفين. بدل بنعمل اد فايف تو بوث سايتس. بعد كده بدل بنعمل يعني لما هعمل هنا بلاس فايف وهنا بلاس فايف. طبعا الماينس فايف بتتكانسل مع البوزيتف فايف بيتبقى ثري اكس. ايكلز تن بلاس فايف. بعد كده بدل بنعمل بوث سايتس ديفايد ثري ديفايد ثري. هنا اتكنسلوا مع بعض ان بقى الاكس اللي انا عايزها ايكلز فايف. لو طلب مني بقول له ايكلز فايف. انا عارف ان انتم بتحلوها بطريقة السرعة من كده? تعالوا كده بقى نجرب الطرق السريعة بتاعتنا. اول حاجة هتبقى بال في الاضر سايد يبقى حضرتك لو حسبت ثرتين هتبقى بشيكس. اخر مدام ما فيش صين او علامة في النص معناها عكس ملتبلاي هتروح انها هتنابل ديفايد. سيكس ديفايد تو. ويتش از ثري. سو ده اس اس ايكلز ثري. طبعا الثري ده نمبر بيلونجز تو ار. يبقى جابتي ثري. طب الكوستن اللي بعده. هقول ثري واي ايكلز. الماينة ثري هتروح الاضر سايد بالكلاس. فبقيت ايتين بلس ثري. هنحسبها ايتين بلس ثري ويتش اس تونتي وان. برضو ثري واي معناها ثري ملتبلاي باي وي. هنقول تونتي وان ديفايد بلس ثري ويتش اس طبعا السبن بلونجز تو ار. سو ده اس اس او السلوشن ست ايكلز ست ست سابن. طبعا الفي بار ده ستست بلس ثري في بقى às بxo ثري علاقات زي مايقول نفس الثري به عق cm فبق بلس ثري الثري ويه سي ان ايكلز سر تسفز المكورن مع الخلقت زي مايقول ان ، لم يمكون بل ديفا بدأة بالـ خلقات زي شفز الملتبلا ت אyes تست theres طيب لما نيجي يا جماعة نقول مع بعضة مثلا ايه لما نيجي نلاقي الاجزامبل بيقولي بلوز ايكوز ايت اكس بلوز ايتين احنا درسنا قبل كده الكلام ده وقلنا براحة بنجمع الاكس في سايد والنمبرز اللي وذوت اكس في الاضر سايد طيب احنا هنا هنسيب السيكس اكس في مكانها زي ما هي الات اكس هي هنا بالبوزاتيف ما تبصش في النص دلوقتي بص على الصين اللي قبلها بوزاتيف هتروح الاضر سايد بالنيجيتيف او بالماينس فبقى ايت اكس ايكوز بنقول رايح جاي زي ما جبنا الاكسات هنا هناخد النامبرز نوديها هناك الاتين تتكتب الاول هي في بيتها وانستاد of positive 12 it will be negative 12 6x minus 8x which is negative 2x equals 18 minus 12 which is negative 6 which is positive 6 معلاش 18 minus 12 هتكون 6 طب اخر ستاب negative 2x اول حاجة قلتلك بص دلوقتي على الoperation لما تيجي تنقل negative 2x معناها negative 2 multiplied by x طب instead of multiplication بنوديها هناك بالdivision يعني بنعمل divided negative 2 divided negative 2 هنلاقي دول يا شباب خلاص تكنسلوا مع بعض اتبقى لي x equals 6 divided by negative 2 which is negative 3 اسأل نفسي ال negative 3 belongs to r زي ما الراجل كان طالب مني انه عايز ال s s في ال r حد يقول لي مستر دي negative طب ما هي ال r فيها كل حاجة positive و negative وهو ال numbers و fractions و decimals و rational و irrational فهنقول ان ال s s equals set negative 3 اللي ممكن ما يطلعش في ال r لو عملنا square root ل negative number او number divided by zero يبقى ال s s equals negative 3 طيب بعد كده يا جماعة هنخش على اللي احنا عايزينه بقى النهاردة solving inequalities of first degree in one variable in r let a b and c are three real numbers لو عندي يا جماعة three numbers a و b و c لو الراجل اصلا بيقول لي ان ال a smaller than b طب لو عملت زودت c على الناحية تاني يعني لو قلت a plus c و b plus c يا مستر مفيش حاجة هتتغير هيفضل برضو الجهة بتاعة ال a smaller than الجهة بتاعة ال b الكلام ده whatever c is positive or negative طيب لو ال a smaller than b وعملت multiply c both sites الكلام مش هيتغير لو c positive انما لو c negative في حاجة بقى كنا بنعملها من زمان كنا بنعمل change يعني لما اجي اقول لك يا جماعة ال five مثلا smaller than six لو عملت multiply negative two تعالوا كده نشوف five time negative two which is negative ten six times negative two which is negative twelve طبعا في ال negative بالعكس ال negative ten bigger than negative twelve اللي حصل لل inequality sign حصل لها change يبقى اللي احنا عايزين نقوله ونأكد عليه الف مرة when we multiply or divide الكلام مش على plus وال minus خالص الكلام if we multiply or divided the two sides of an inequality by a negative number we should change the inequality sign في ناس بقى بيستحلوها لو عملوا divide حتى رقم positive يغيروا الكلام ده غلط يعني في ناس يقولوا لي ايه مثلا لو two x bigger than eight انا هوادي two بال divided فبقيت ال x bigger than eight divided two فبقيت four بلاقيهم جو مغيروا ال inequality sign هقول لحضرتك على حق انت هنا عملت divided by cam divided by two التو ده positive number يبقى مش بغير ال inequality sign لكن لو كانت divided by negative two زي الاجزامبل اللي اخدنا من شوية كنا هنchange ال inequality sign طب يا مستر لو دي negative eight اغير ال inequality sign برضو لا انا بحكم على النمبر اللي انا عملت عليه divide هنا كان اسمه two فمش هغير ال inequality sign طب تعالوا بقى نجرب examples مع بعض نمبر اي اكس بلاس two smaller than five اكس بلاس two smaller than five هنحل يا جماعة بنفس طريقة الاكوجين العادية بدل بلاس two هتبقى مينس two يبقى الاكس سمولر than five مينس two يعني الاكس سمولر than three كل الفكرة عندنا how to write السلوشن سيت هو ده الجديد مش احنا خدنا لسل اسمه لما قال لي اكس smaller than three ات مينس يا جماعة ان انا رايح ناحية ال negative يبقى يا مستر من اول negative infinity لحد الثري طب هنا الراجل قال لي اكس smaller than three ما قالش smaller or equal يبقى الثري مش معايا يبقى معناها open interval عشان اعمل هالو على number line ادي negative infinity ودي positive infinity ودي three هو قال لي يبقى ويحنا طلعنا ان هي smaller than three يعني three مش معايا يبقى عن شدد smaller than يبقى ناحية negative infinity يبقى الانسر فعلا من negative infinity لحد three open طيب بي two x plus five smaller than or equal for x minus three اتفقنا ان لازم اخلي terms اللي فيهم اكس في صايد واللي مفهومش اكس في صايد في ناس بتحب تسيب الاكس الكبيرة في مكانها وتجيب لها الصغير في ناس بتحب ان دايما الاكسات تبقى ناحية ال left تعالوا كده نعملها دي او دي مش فرقة لكن تخلي بالك من ال inequality sign هسيب التو اكس واجيب لها ال positive four x بالnegative smaller than or equal كده ال negative three اللي فضلت في مكانها تتكتب الاول اجيب لها ال positive five بالnegative two x minus four x بالnegative two x smaller than or equals negative three minus five which is negative eight طب هنا عشان تسيب لي ال x الوحدها ركز قوي ال negative eight ما بدأين في بيتها سيبها زي ما هي ايه وحتقول لي ال negative two تروح بال positive two قلت لك الاول بص على ال operation ال operation هنا multiply يبقى تروح بال divided يعني تعمل divide negative two divide negative two طيب لما عملنا divide negative two احنا كده عملنا divided by a negative number يبقى اوعى تنسى ان حضرتك لازم تعمل change لل inequality sign بدأ ل smaller than or equal بقت greater than or equal negative eight divided negative two which is positive four طب ال x bigger than or equal four it means من اول الفور bigger than يعني الحاد positive infinity طبعا كنا متفقين طول عمرنا ان ال interval ببدأ بالصغير الاول ال infinity طول عمرها open الفور عشان فيها علامة or equal فبقت closed لما جرس من number line ادي negative infinity ودي positive infinity وهنا الفور هعمل طبعا الفور شدد علشان هي equal لحد positive infinity طب example three الراجل بيقول لي negative seven smaller than or equal three x minus one smaller than or equal eight يا مستر دي inequality فيها three sides ما يهم مناش اهم حاجة تاخد بالك منها ان اي حاجة بتعملها على صيد لازم تعملها على three sides كله يعني انت عايز تجيبي ال x اللي في النص دي هو ده شغلنا وهو دي مسألتنا يبقى اول حاجة الماينس one لازم اعمل plus one يعني كأنك بتودي الماينس one للناحيتين بال positive one زي الشجرة كده ادي three x اهي هعمل eight plus one which is nine negative seven plus one which is negative six بعد كده هتعمل divided three هنا three تبقى راحت nine divided three negative six divided three يا مستر انت ليه ما غيرتش الانيكواليتي صين علشان يا جماعة اعملت divided by three يعني positive three مش negative three ما يهمنيش ان النمبر هنا كان negative هنا الانيكواليتي bounded الانترفا لا تبقى من negative two لthree مفيش انفينيتي عشان هنا متحددة فبقت الانسر من negative two closed عشان فيها equal لحد برضو three closed لو عملنا النمبر line ادي من negative two shaded للثري برضو shaded اللي في النص معي طيب example d جاي بيقول لنا يا جماعة هنكتبها بعد كده هنعملها مع بعض بروحة دي بتقول ايتين smaller than or equals four minus two x smaller than twenty four طيب بروحة بقى كده نحلها زي محلنا اللي قبلها بالزبط امشي الفور في في بالنجاتيف فهنا هتبقى راحت خلاص عشان هي بوستفور طبعا ايتين ماينس فور هتبقى بعد كده هعمل خلي بالك بقى divided negative two عشان هي كدناها divided negative two divided negative two هنا بقت اكس اوعد غير change the inequality sign عشان عملت divide number negative اللي هو negative two فدول اتغيروا باوي الشكل ده بقت الاجابة من negative ten negative seven عشان negative ten هي الاصغر يبقى من negative ten negative seven negative ten ما عندهش علامة يبقى open interval negative seven عندها يبقى closed interval number line ادي negative ten و negative seven دي open او unshaded عشان open ودي shaded عشان closed لكن اللي ما بينهم كده كده معنا الاجزامبل اللي بعده جينا لقينا عندنا مشكلة لقينا عندنا مستر اكس في three sites انا يهمني دايما الاكس اللي في النص هي اللي انا عايزة يبقى لازم اخلص من الفور اكس اللي في الناحيتين ومقا يلو subtracting ليه minus يعني subtracting four x from the three sites هاعمل minus four x من الانيكواليتي كلها four x minus four x هتديني zero four x minus four x هيروحوا مع بعض هيتبقى لك three five x minus four x يطلع لك x plus two تنزل زي ما هي بقت in equality عادية جدا زي اللي قبلة همشي positive two بالnegative فبقت اللي في النص راحت zero minus two negative two three minus two بقت بone يبقى الاس اس من اول negative two closed عشان فيها equal لحد الone open عشان مفهاش equal طب برضو نفس التدريب عليها انا عايز اللي في النص اللي مدايقك ال x وال x اللي بره اعمل subtracting x من الانيكواليتي كلها طبعا دي هتروح ودي هتروح هيتبقى هنا negative one وهيتبقى في الاخر one طب three x minus x يتبقى two x ونزل الماينس one يلا نشتغل الانيكواليتي عادية هعمل plus one ل three عشان عكس الماينس plus فبقت two x negative one plus one zero one plus one two طب two x يعني two by x هعمل divided two ل three sites دي بقت x zero divided two zero two divided two one من غير ما غير الانيكواليتي صين عشان عملت positive number بقت من zero open عشان ما فيهاش or equal لone closed عشان فيها علامة or equal بقت من zero لone اخر example يا جماعة معنا يا مستر المنظر صعب شوي عشان فيه fractions بعدين يا مستر ده dx وd3x طب نعمل ايه يا مستر اول حاجة حضرتك لازم تدور على least common multiple او ال lcm لل two والsix اللي تحت دول من النمبر اللي divisible by two والsix في نفس الوقت هو ال six عشان six تقبل divide six وتقبل divide two هعمل multiply six للانيكواليتي كلها لما هعمل ده multiply six ال six هتتكانسل مع six بقى اسمها three x minus four لما هعمل ده multiplied by six ال six مع بقى three وزع three على البركت ده three time x اسمها three x plus three time three اسمها nine طب لما هعمل انه في النص multiply six يعني على البركت كله بقى اسمه six x plus six كده بقت زي الاسئلة اللي وراء هعمل subtracting three x من الانيكواليتي كلها دي راحت ودي راحت اتبقى هنا نيجاتي four وتبقى هنا nine طب لما six x اعملها minus three x تبقى لي three x تانية وال positive six زي ما هي بقت مستر انيكواليتي عادية جدا نحل لها بقى نودي six بال minus فبقت هنا three وهنا negative ten امشي three divide three one negative ten divide three negative ten over three يبقى من اول negative ten over three open عشان ما فيش equal لحد برضو open علشان ما فيهاش equal ده شباب كان اتمنى ان نستبقى فهمة الكلام كويس ونبدأ نتدرب ولو عندنا اي مشكلة ابعتلي على طول السلام عليكم